دلوقتي فقرتنا مع حاجة اسمها خبر علمي وده خبر احنا بنكتهد ان احنا نجيب لحضراتكم احدث الاخبار العلمية احدث بالمعنى الحرفي يعني ممكن تكون حاجة مثلا من ايام او من اسابيع قليلة وبنلاقي ان الخبر ده ممكن يكون مفيد او من وجهة نظر كده معينة فبنلاقي انه جدير ان احنا نعلنه لحضراتكم ونقول لحضراتكم بعض التعليقات عليه الخبر اللي هنقوله لحضراتكم النهاردة هو بيقول انه ديئتين فقط من المشي الخفيف بعد الوجبات الخبر قدامكم هو على الشاشة ديئتين فقط يعني حتى دقيقتين ايفن اتو منت ووك يعني مجرد ديئتين فقط من المشي بعد الوجبات بعد الوجبات على طول يقلل من فرصة الاصابة بمرض السكر من النوع التاني طيب نعلق بقى لهذا الخبر الجميل انا شايف انه خبر جميل حقيقة ده بحث الخبر ده كان ذكر في بحث حديث جدا نشر في مجلة سبورتس ميديسين وقال انه اربع دقايق ماشي خفيف بعد تناول الاكل مباشرة يعني اربع دقايق تقلل من امكانية الاصابة بمرض السكر من النوع الثاني في نفس الدراسة اتقال انه حتى الانسان اذا وقف يعني مش لازم يمشى وقف فده افضل من انه يفضل قاعد بعد الاكل وملخص الدراسة الحديثة دي وزي ما قلتلكم يا حديثة جدا لان نتائجها نشرت في 15 اغسطس الماضي 15 اغسطس عشرين اتنين وعشرين خلاص قالت ان المشي الخفيف بعد الاكل لدقائق قليلة بيقي الجسم من الارتفاع المفاجئ للسكر بعد تناول الطعام الرابطة الامريكية لمرض السكر كانت اوسط من قبل كده بممارسة المشي لمدة 150 دقيقة في الاسبوع وده ليه لضمان اداء ممتاز للقلب والتمثيل الغذائي المثالي يعني بمعدل حوالي عشرين دقيقة في اليوم جات بقى الدراسة الاخيرة دي وقالت انه من ديقتين لخمس دقايق كفاية بتخيلوا بقى يعني مش لازم عشرين دقيقة نفس الدراسة دي بالمناسبة ما كانتش دراسة واحدة دول سبع دراسات في بعض الخبر ده نتائج سبع دراسات مع بعض توصلوا للنتيجة دي كلها كده مع بعض وقالت ان المشي افضل حاجة يليه الوقوف لكن الجلوس غير مفيدة على الاطلاق الدراسات دي اثبتت علاقة المشي بزبط مستوى الانسولين في الدم وبالمناسبة الدراسة دي بقى نفت المعتقد القديم اللي جاء ذكره في امثلتنا احنا الشعبية هفكركم فاكرين المثل اللي يقول تغدى وتمدى مش عارف وتعشى وتمشى اه تغدى وتمدى دي طلعت غلط بقى يعني كل واستريح دي الكلام ده طلع غلط ليه لان المشي والحركة الخفيفة ملهمش اي تأثير سلبي على ضغط الدم الانقباضي يعني المشي الخفيف بعد الاكل بطريقة ابسط مش مضر للقلب باي درجة دكتور ايوان اشلي وده استاذ في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة اجاز نتائج الدراسات الاخيرة اللي انا بكلم حضراتكم عليها دي وقال ان المشي العادي احسن من المشي الخفيف يعني لما نمشي بطريقة عادية كده احسن طبعا المشي اللي هو ان الواحد يمد شوية احسن من المشي الخفيف والمشي الخفيف احسن من الوقوف والوقوف احسن من الجلوس ونصحنا في نهاية يعني توسيته دي قال بلاش نطلب المثالية يعني ايه يعني اللي هو لازم الواحد يمشي 20 دقيقة كل يوم طب ما نفعش تمشي 20 دقيقة خلاص مش همشي. لا. هو هنا بقى ده بيقول بلاش نطلب المثالية طول الوقت فتكون النتيجة نحن ما نعملش حاجة. يعني ابدأ وتحرك أيا كان الوقت قليل وأيا كانت الظروف. لأن ده الأحسن لصحتك.